رأي حضراتكم ايه في هذا التشكيل؟ تعالى أمير تعالى محمود وده التشكيل المتوقع والتشكيل المتاح ده المتاح يعني برضو المتاح دي لازم نخط تحتها مئة خط لأن احنا عندنا إصابة كتيرة إصابة المصاحرة السلمرمة إصابتين في خط الدفاع وغياب عمر كمال عبدالواحد بسبب الإقاف في خط الوسط فالحقيقة ان احنا عندنا خط وسط مرهق بس الثلاثية دي أثبتت جدوها دفاعيا يعني دفاعيا هي ثلاثية مميزة ثلاثية حمد فتحي والنيني وعمر السلية عندها مشاكل في الخروب بالكرة شوية ودي ظهرت ضد الكاميرون وعلشان كده كلوس كيروش تدخل مع بداية الشوت الثاني وعمل شوية تغييرات لكن هي دي الثلاثية اللي لازم تبدأ أكيد لأن احنا بنلعب منتخب قوي جدا هجوميا أنا بشوف أنها من أقوى المنتخبات ومن أكتر المنتخبات اللي عندها حلول يعني دايما لما بنيجي نتكلم عن منتخب الكاميرون فسلحهم الأساسي كان العرضيات فعلشان احنا منتخب مصر هو أفضل فريق في البطولة فوزا بالقرات العالية فاحنا تعاملنا معهم بشكل مثالي وقدرنا أن احنا نمنع خطورتهم لكن منتخب السنغال عنده حلول كتيرة بيسجل من القرات السبتة بيسجل من التدرق بالقرة من خط دفاعه لحد الهجوم بيسجل من الهجمات المرتدة لا يعني منتخب السنغال عنده حلول هجومية كتيرة فلازم أن احنا نبقى وقفين على رجلنا دفاعيا كويس جدا محمد صلاح مختلف مع محمود في فكرة أنه ممكن ما يشاركش لا طبعا لازم يشارك وأنا عماتا يعني بشوف أن الكرة بسيطة التشكيل اللي ماشي والتشكيل اللي بيكسب من الآخر يعني علشان برضه أنت مجمع معنا في الصورة من جير ما تكلمك في مصطلحات الماشية ما تلعبش فيها يعني التشكيل اللي ماشي وبيكسب ما تغيرش فيها